السلام عليكم كيف دائري لابس عليكم أتمنى أنكم بخير وعلى خير كان هناك شبكية المهمة وجدت هنا المقادير سأخذها قهيوة سلو سلو سأخذها في القناة سأخذها الوصفة سلو سأخذها سأخذها أول مرة سأخذها في الفران سأخذها سأخذها 4 دقيق 250 جرام نصف كيلو دقيق 500 جرام 750 جرام دقيق مزهر 100 مليليلتر أو نصف كاس العنبة 100 مليليلتر زيت زيت أو نصف كاس العنبة 80 جرام 80 جرام 80 جرام 80 جرام زينجلان منقية ومحمص سأخذها 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 قبيصة مسكاة الحرة 4 معلقة بيكاربونات سوديوم 5 جرام الخمالة معلقة صغيرة نافع 4 معلقة صغيرة البسباس معلقة صغيرة معلقة صغيرة الكوركومة صغيرة معلقة لدينا علبة 125 جرام ياغود حليب بودرة أو كاس نشا 200 مليلتر الماء بالنسبة الزبدة والعسل الزبدة والعسل الزبدة والعسل الزبدة والعسل والعسل مهم المكونات أول نبدأ نضح الزبدة لا نضح نضح لا نضح نضح الزبدة لا نضح الزبدة لنضح الزبدة يجب في الكاس الزبدة 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 لنضح مكونات تطحن إلا دقيق لنضح 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 الوقت نضح لنضح المكونات ونضح الزبدة لنضح الزبدة لنضح الزبدة فلنضح تضح الزبدة لنضح الزبدة الزبدة في الدقيق نضح الحجز متجد نضح الزبدة نزيد ونزيد الدقيق الكامل بالنسبة للدقيق الابيض لا يوجد الكثير من الوقت ونعرفوا بأن دقيق القمح الكامل لأنه فيه النخالة العجينة تقطع لنا لأنها لا تقطع ضروري لأنها سبق لي ودرتها ولكن لا درتها في الفران هذا المرة سوف ندرها في الفران تجربة ملقة أحسن لدقيق الابيض السعرات الحرارية التي يوجد في الدقيق الابيض يوجد في الدقيق الابيض غير الدقيق الكامل يحسن بالشابع أكثر من الدقيق الابيض نحسن بجوع دغياره ونأكل باقيتة زوج ونقوم باقيتة ولكن الخبز تأكل باقيتة رصفية تشبع يعني وافية لفيفغ وما الذي يشبعونها هذا المرة بالنسبة للكالوري لا يوجد فرق كبير غير هذا الصحي لأنه نحسن بالشابع يعني كان أكله كمية قليلة الآخر الدقيق الابيض سوف نقوم باقيتة هذا هو الفرق حسنا سوف نحاول أن نجمعها لديك المكونات مجددون قددت المكادر ونشاة سوف نجمع حسنا قم باقيتة المكادر سوف نحتاج لك معلق الكبار سوف نقسم العجينة بالنسبة للنشاة لن يكون العجينة قاسحة القليان القليان ارتبط و ارتبط اقوم بمشاة ارتبط طويان كما ارتبط ارتبط و ارتبط و ارتبط 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 نغطيها بفلاستيك غذائي سليت العجينة ارتاح نهائيا حيث تقضي العجينة تقضي العجينة لا 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 تقضي العجينة سوف نستعمل سوف نستعمل ونستعمل الآلة تقدر عجيز وتقضي عجيز كمية قليلة لتقضي العجينة سوف نستعمل ونستعمل كما نقول كمية قليلة ان نستعمل ونستعمل عن هذا لتقضي العجينة لتقضي العجينة لا تقضي العجينة سوف نستعمل لا تقضي العجينة او احد المقاضي لا يحتاجها اجراء طريق المصر اجراء المصر لم تتكتر مصر ولا تتكتر و تنشف في الان المصر ستجد و تضيف الفران و تتكتر انا بالنسبة للمشينا لدي الرقم 1 و 7 انا دوزتها في الرقم 7 ومن بعد دوزتها في الرقم 5 لن تجيني لعجينة لا تحتاج لرقيقة لن تحتاج لرقيقة لن تحتاج لرقيقة لا تحتاج لرقيقة لتحتاج لرقيقة انا بشكل طريق انا بريد طريقة العم لداز لتحتاج لرقيقة نحن نحن نضيف المشينا سوف تدوزها اما في اللماشين او لد سوف تحاولون خطوط بالجرارة بالنسبة للأخوات المبتدئات والتي لا يريد تشباك بعد ذلك من النوع الذي لا يريد تشباك لدي العملية طويلة سوف نقول لكم سوف نقوم بشباك لا يريد تشباك سوف نقوم بشباك نقوم بشباك نقوم بشباك سوف نقوم بشباك للمقاشة ونقوم بشباك نقوم بشباك ونقوم بشباك تنزع الأول تنزع الأول كما قلت لكم كما ترون لن تروني مهمة تروني لا تكتروني سوف نضيف نضيف الأول سأقوم بشارت أستطيع أن تروني 5 سوف نكمل بطريقة هذه الطريقة سوف نأخذ كمشتورة خاصنة من أحسن الوست سوف نأخذ جرارة أو موس و تقطع السمك أو طول الشبكة سوف نقوم بطريقة واحدة كبيرة سوف نقطعه بالنسبة لك سوف نقوم بطريقة الشرائد ستقطعوه اخرى سهلا سهلا ستفتح الهارات في الوقت تواجز لتبعوه اذا اضافت اضافتها اتفتح في الوسط اذا اضافتها 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 ساعدتها سهلا منكم وقت نهائا سهلا سوف اضافتها اضافتها سهلا اضافتها وعجينة سافتها اضافتها 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 تستطيع الى طريقة صغيرة تستطيع الى طريقة تحيد بسهولة من اليد فوق البوتاجي و تقدم ماء تستطيع الى الشبكة و تقرصوه جيدا لن تفتح هذه سهلة كم مرتدي تستطيع الى الماء تستطيع الى الماء تستطيع الى الماء لغاية تستطيع الى الماء تستطيع الى طرق و هذه الماء و تستطيع الى التنامج تستطيع الى الماء ارمالكم على حسب الناس يمنعكم يا صيام و لنستطيع الى الكنيات على شبكة اذا كانت مقلية احنا كنا نعرفها كما نقول اما اذا كانت بحلكة في الفران صحية وخدمناها مواد صحية وعسل حتى هو صحي كل شيء طبيعي انا لا نخافوش منها نقدروا ناخده حتى زوج في النهار يعني ما غديش اضرنا وانا متأكدة يعني اذا كليتو وحدة ارغادي تقهمكم لانها ماشي بحل المقلية المقلية كما تزيت وكتجي يعني ما عرفش كيفاش نقول لكم ولكن المقلية كتبغي وعدت زيت وماذا لا تاكلوا منها اما هذي ديال الفرار او حذا غدي تشبعكم يعني نصحكم ما تاكلوش يعني كل نهار شباكي نهار لتشهاوها كل زوج ماشي مشكل انا عارفين ان الحريرة وشباكية في رمضان يعني من اساسية المائدة ديالنا المغربية ولكن حاولوا ما امكن زوج مدوزهمش في النهار إلا بغيتو تاكلوها كل نهار بغيتو تاكلو نهار وتميكو نهار اخر هذي كرامكيين محسن منها يعني مل احسن انا تنتشهاوها مشي دائما نبقوا نحطوها في الطبلة وناكلوها ضروري الحاجة لكتحت الطبلة كنقولوا خصنا ناكلوها نخليهم مل احسن حتى تنتشهاوها عادو نجبدو ناكلوها ناكلو زوج مغديش تضرركم لانهو هنا بالنسبة للسعرات الحرارية اللي جيت نقولكم ما حسبتش في الحقيقة بكو سبغي نحسبوه لكن مع الظروف اللي راكم عارفيني عايش فيها مازال عاد ما قدرتش نحسب لانهو خسور قوي ستينو نعطاكم ذاك الشي بالتدقيق ولكن هنا نقدر نقول لكم انا كم زوج تقدروا تاكلوه ما تخافوش منها هنتم ما شوفوا كيفاش كاتجي يعني هذي لاني درتوها بلما تفرقوها بلموس سوف نلتقى قدي على تشكل هذا سوف نكمل هنا جات لي الكمية لازوج الصينيات بالنسبة هنا كما قلت لكم الى هنا بدأت العجينة كسب انتشوفها شوية بدأت قرية بحال انتتعدبني خديت النشاء و كان دهن وكما شتغي بحالك كان دهن دهن خفيفة ليس مرشوها بزاف سوف نكمل معكم بالنسبة للفران شعل الفران يسخن على 180 درجة المرواحة بالنسبة للناس الذين لديهم الغاز والفران ديال الغاز العادي ديروا لها بحالة غادي تطيبوا كيكا يعني الفران تشعلوه بحالة غادي تطيبوا كيكا عادية ديالكم شعلوه يسخن لتحمر بالنسبة للفرن الكهربائي يشعلوه 180 درجة يشعلوه الفران ويسخن هنا نزال مسل نحن بلنسبة لهذا الشبكي كماشتوية تحل بسهولة قال الله كتجيزوينة بسهولة انا ضغية صيبتها يعني لم أخذتش مني وقت كتير في الشباك دوه والذي يقدم إلا ينتهي ستناقم هذه زبدة ويقوم بشيتة فهمت الزبدة ذهنا أسهل مثل الزبدة وكذلك سوف يدهن لتزيط لا تطول الكرام زبدة تضحت بضع طريقة الزبدة لا تصبح الزيت التي تتقلها في هذه الشبكة لأنها مصيبة هذه الزبدة كاملين جسمنا لا يحتاجها القليان لا يحتاج بين قوسين وربما لا يتعليق الزبدة كاملين سوف ندهن كاملين بل فران 180 درجة ونرى ميزان انا اخذ العسل سوف ندهن كاملين سوف ندهن كاملين نرى السينية الأولى سوف ندهن كاملين سوف ندهن كاملين سوف ندهن كاملين نضيف العسل سوف تحتاجك イنتج في عملي السينية سوف نتعلم بالنسبة لي سوف ندهن كاملين نحيض هذه المقليات نستفع لأنني ستبقى لها لأنني ستبقى لها شبكية و بجينيزوينة بحل المقليات نستفع و نشرب العسل في العشية ارتبتها بشكل هذا الشبكية كلها ارتبتها على الجهة هذه وفيها العسل في الليل قلبتها قلبت الجهة الظهر ورجعته الفوق قلبت شبكية لتشرب من تحت ومن فوق لأن العسل لم يكن لديه بثاف وهذه الكيمياء التي كانت عندي في الليل قلبتها من بعد في نصف النهار صفيتها سوف يجب عليك العسل كاملا ونشرب العسل كثيرا ستكون العسل ارتبطه ستكون بالشكلة ستكون بالطبع اصدقوني ارتبط مجرد بنات المقلية لا أقول لكم بلد مقلية بلد مقلية طبعا نحن ذلك لم تقوم بلد مقلية كلاواء هذه كلاواء هذه كل الوحيدات التي جربت معكم تشكيل العملي هذا سوف تجيب حالة تشكيل هذا طبيعة الحال بالنسبة للتشباك كل وحدة وطريقة طريقة سهلة وكل وحدة تقدر تصيبها طبيعة الحال طريقة تشباك حتى تكتبوها هذا لن تأخذها بنينا جيدة سوف نضامها في الفران كما تكون معاك تشجيلها في الأول تقليها ولكن قليتها سوف تكون قليا فقط سوف نضامها في الفران سوف نحتفظ نتمنى ان تكونوا استفتوا من الطريقة و من المقادير سوف نريد كمية العسل كمية العسل بقالي تقريبا نص كيلو كمية العسل بقالي نصفت كمية العسل كمية العسل كمية العسل لا يوجد كمية العسل انتمنى انتجربتكم اشتركوا في القناة نبقى لغا نقولكم تلو الفصحيحكم تلو الفرصكم و تلقى فيديو جيد ان شاء الله بسلامة